اشتركوا في القناة في القرن الماضي وفي عدد السنوات التي احنا ماشيين فيها دي وما يستطيعش حد يخطئ بعض الظواهر ولو اخطئ هذه الظواهر يبقى مشكلة عنده واحنا بنصنف عالم الدين الحقيقي يعني على انه باحث اجتماعي ولزايك فيه ظواهر ما يقدرش يغفل عنها زي ظاهرة أصبحت بتقرق الناس في عشتها واصبحت بتزود أشياء وأعباء على قلوب الناس الظاهرة دي هي ظاهرة الهوس بالحرام ظاهرة الهوس بالحرام دي موجودة في بيوت كتيرة وموجودة معنا دي ناس كتيرة بقى يتعاملة زي الغبار اللي احنا بنشمه بس قبل ما نتكلم عن الهوس بالحرام ده تعالوا نشوف أهلنا والناسنا قالوا ايه عن الظاهرة الشديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فيه ناس كتيرة بتأشأ إن هي تعمل حالة من حالات أنا بسميها الابتزاز العاطفي ومساعات بسميه الابتزاز الديني فيعملوا ده إزاي؟ إنه كهربوا حياة الناس ويخليهم دايماً عايشين بشيء صعب بعض الناس يجي يقولوا طيب أنتو سعلنين ليه إن الناس تسأل عن الحرام طيب وسيدنا حزيفة كان كل الصحابة بيسألوا عن الحلال وسيدنا حزيفة كان بيسأل عن الحرام بس ده سيدنا حزيفة بس وسيدنا حزيفة كان بيعمل كده عشان ليه دور هيظهر بعد كده في حياة الصحابة لكن محدش قال خالص إنه تتأسس حياة الناس على هذا الهوس هذا الهوس بالحرام أنا بسميه من أمراض اجتماع التدين دي من الأمراض اللي أصابت المجتمع بسبب الطيارات المتطرفة هلوكم حاجة دايماً نقول للناس كده هو أحد يستغل بالدين أربع حاجات هو أحد يستغل مخاوفك فأنت خايف من ربنا فييجي واحد يقولك على فكرة لو خايف من ربنا سيب ده وده حرام وده حرام وده حرام من غير ما يكون من أهل العلم وهو أحد يستغل كمان ألأك ألأك على المستقبل هيكون فيه إيه فيقولك لو أنت عايز مستقبلك يكون نقي لازم تسيب الحرام اللي هو إيه الحرام ويبتدي يتلو عليك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان بس هو عايزك تبقى زيه وهو أحد كمان يستغل وجعك أنت موجوع ويعني حزين وهي متأخر الجواز عندها والبيت مليان مشاكل لا ده عشان فيه حرام وده فيه حرام وده فيه حرام كأن الناس حتى عملوا حرام ربنا ما بيرزقهمش وكمان محدش يستغل كمان جهلك أن أنت مش عارف الدين فحد يستغل ده ويحاول بقدر الإمكان أن يعمل لك هوس الحرام الأربع حاجات دي أشهر أربع مناطق وأشهر أربع مجالات بيستغلها الشخص اللي بيبتزي الناس دينيا أنه بيبتزي الناس عاطفيا فمثلا شخص يقول لشخص تاني أن الشيء ده حلال فيقول له يعني مفيش حرام لما ليجي نقول لهم أن المعاملة دي حلال ويداع المال في البنك حلال يقول يعني خلاص كده ما بقاش في حرام وكاني إيه الأساس وكاني الأساس أنا عشان أبقى متدين لازم أتدين بأن أنا أترك الحرام لا حاجة مهمة جدا 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 حضرة النبي لما ابتدى قال ماذا الحلال وبين والحرام وبين لبقى هنا فيه بيان فيه بيان وابتدى بالحلال والحلال هي الدائرة الأوسع هي الدائرة الأوسع في حياة الناس وعشان كده فيه حد بيجعل واحد يشعر بأن اللي سمعه من الأدلة الشرعية عن وجود شيء دوت بيخليه دايما يبحث عن الحرام ويخليه يحس أن الأدلة الشرعية بتقوله دايما خليك مركز على مسألة الحرام عارفين ليه؟ لأنه هو شايف أن ربنا متربص به لو هو عمل الحرام هو ربنا سبحانه وتعالى هيعقب عقاب شديد مع أن الله سبحانه وتعالى يقول الله لطيف بعباده والله سبحانه وتعالى يقول ويعفو عن كثير فتأسيس نفسية الإنسان المسلم على أنه ربنا متربص به ولو فعل أي حرام ربنا سبحانه وتعالى هيمنع عنه رزقه ويضيق عليه كل آه مش هو ده الاتزان احنا مش بنقول أن الحرام ملوش تأثير سلبي على حياة الإنسان بس ما ينفعش أن احنا نكون شايفين أن ربنا فقط هو الإله المتربص بنا هذه كارثة بتخلي الناس ما تعرفش ربنا وتخلي الناس تشعر بأن ربنا سبحانه وتعالى ليس له صفات الجمال هسألكم هو احنا عبيد عدل ولا عبيد فضل احنا عبيد فضل يعني ايه عبيد فضل يعني ربنا متفضل علينا دائما أبدا هل مناسب وانت عارف ان انت عبد فضل وفي السماء رزقكم مما توعدون والله سبحانه وتعالى يقول ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك والله سبحانه وتعالى يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة بعد ده كله عايز تتعامل مع الله على انه هو الاله المتربس وبعد كده ايه اللي حاصل ما طبيعي اذا كان الله متربس فهو متربس ان انت تعمل حرام فيأخذك طب وفين الله لطيف بعبادي واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فين ده كله فعشان كده لازم نخلي بالنا ان الانسان لما يجي يتعرض مثلا لقوله تعالى واحل الله البيع واحرم الربع احل الله البيع فيه حلالة هو يقولك لا يقول له انت عايز تبقى تقي اقفز على مسألة واحرم الربع فكل ما يبقى الاساس ان احنا نبتعد عن الربع مش الاساس ان احنا نأكل الحلال يبقى واجبي اننا في بعض الناس بدل حرم الربع يبقى علي اننا اوجد الربع عشان اتركه عشان ربنا متربس بي ولا مفروض ان انا باكل الحلال وبرضه يجي ناس يسألوني هو الحسد والسحر مش موجودين في القرآن شوف فقا الاسم اقول له اه بس هو كل حاجة موجودة في القرآن لازم تكون في حياتي يعني بدل الحسد والسحر موجودين في القرآن فانا لازم اعيش في حياتي عندي سحر وحسد ليه الناس بتعمل كده لانهم متصورين ان كل ما هو موجود في القرآن لابد ان هو يبقى في حياته ولابد ان هو يبقى في بيوته وتلاقي بيقول طالما ده نزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وشافه يبقى انا لازم اشوفه ولازم اعيشه لكن بما ان الشرع يصلح لكل زمان ومكان فاللاقي ان فيه اشياء ممكن تتراجع وما تبقاش موجودة وتزول من حياتنا ويبقى الاصل في حياة الناس ماذا؟ ان الامر على الاباحة ما لم يرد نص يحرم التحريم هو اللي محتاج نص لكن الحلال هو الاساس في الشريعة ليه؟ لان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وترك اشياء لا عن غفلة ولكن رحمة بكم فالناس مش رضيين يقبلوا هدية ربنا وخلوا الناس عندهم هوس بالحرام ويا سلام لما نمسك بقى سلوك عريانة عند الناس انتو مش شايفين المجتمع فيه ايه؟ ويخلوا الناس يحسوا بان هما مستحقين ان هما دايما يعيشوا في حرام لان هما طول الوقت بيحسسوهم ان لو كان في معصية في المجتمع يبقى احنا لازم ببساطة خالص يبقى احنا منتظرين ان حياتنا كلها تبقى حرام في حرام الطيرات المتطرفة عندهم تطبيق في الحياة اسمه جاهلية المجتمع فلو لقينا الستات مثلا مش محجبات يبقى ايه؟ الستات هنا اقرب للعصر الجاهلي يبقى المجتمع جاهلي ولو المجتمع فيه اختراب يبقى مجتمع لا يطبق شريعة الله سبحانه وتعالى يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف ان كل اللي هيبقى في المجتمع يبقى حرام فيبقى انت بدل المجتمع كده اهدوا بس علي عشان انا بحلله لكم تحليل اجتماعي للي احنا فيه فيه ناس يجي يقولوا ببساطة خالص انتوا ليه بتقولوا ان ده من افكار الطيرات المتطرفة لان هو ده حقيقي ده حقيقي يجي منين من ان حد جي قال لي انت عايش في عصر جاهلي مليء بالحرام فيبقى الشخص لما يتهوس بالحرام وان ده حرام وده حرام فيحصل له اكتئاب ويحس ان الدين اصبح دين عبق يبقى اصبح الدين دين ايه؟ دين هبق واصبح الدين بيوسوسه في كل حاجة فاصبح عنده هوس انا اقولكم حاجة انا باقترح على واهل الاعلوم النفسية عارفين ده ففيه حاجة اسمها التدين الوسواسي وفيه حاجة اسمها التدين الهوس مهووس وده بيخلي الناس تحس ايه؟ انها محتارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تلقوا له تعالى وحل الله البايع وحرم الربا اختلف الصحابة في بعض التطبيقات في الربا لدرجة ان بعض الصحابة كان يتمنى ان الله سبحانه وتعالى يبين لهم بيانا شافيا في الربا لكن فيه ناس لا يرضوا بما راضي بيها الصحابة اي حاجة عندهم يبقى ربا لغاية ما يبدو الامر مع ان الاصل في الاشياء اللي باح طب ليه بنا اعمل كده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ عارفين ليه الناس بتعمل كده؟ لو جيه حد بيقدم للناس دين جديد هيعمل ايه؟ لازم يقولهم ان للدين اللي هم عاشوه كان حصل فيه ايه؟ كان فيه حصل تجاوزات وان ده مليان بالفساد ومليان بالضياع فلازم عشان هو يقدم نفسه كبديل لازم نقول يخلي الناس تحس ان هم مظلمين لان فيه حد علمهم الدين خلط وخليهم يعملوا حاجات حرام وهي كانت وخليهم يعملوا حاجات حرام وقال لهم عليها حلال فيبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يعمل حالة من حالات الوسواس لدى الناس يقوله على الموم انه نصحتك وعلى فكرة انا مليش عليك غير النصيحة بس خلي بالك انت لو اكلت الربا انت الله سبحانه وتعالى هيكون في حرب بينك وبين الله بس على فكرة مين قال ان هو كده هيبقى في حرب بينه وبين الله على فكرة انت لو مش محجبة مش هيتعابل منك اي طاعة حتى صيامك هيبقى باطل على فكرة كل اللي انت بتعمليه خلاص وانت اصبحت وكأنك انسانة مش مؤمنة لانك مصر على المعصية ويصرارك على المعصية ده ممكن يخرجك من الايمان هو للدرجة دي للدرجة دي فلذلك ايه لا حاصل اصبح لدى الناس هوس ايه لا حاصل وهو علمه علمه ان هو ايه بدل ما هو مطمئن وبدل ما هو مسمعش من حد من العلماء ان اللي بيعمله ده حرام لا ده علمه كمان ان يسأل عن حكم الخل احنا عشنا وشوفنا الناس وهي بتحرم اكل الخل والناس بتحرم اكل الخبز واكل الفراخ البلدي ده كله ليه؟ لان فيه عوص بالتحريم الناس دول اكيد مش هيسيبولكم دينكم خالص لازم يوقعوكم في الحرام مين الناس دول؟ ليه محسسني ان انا ديني في تحت تحت طائلة المؤامرة دايما ليه محسسني ان العلماء مبينوش الدين طب ده كله ليه؟ عشان هو عايزك تخرجك من ده عشان يقدم نفسه على انه بديل هوس الحرام ده يا سادة والله اعرف ناس اتطلقوا بسبب هوس الحرام وعدد ضخ يجينا الواحد بسبب هوس الحرام ده والله يجي يسألنا في الفتوة اقول له انت قلت لمراتك ايه؟ قال لي يا مولانا انا قلت لها انت طالق وخلي ان انا قلت لها انت طالق وانا قصد الطلق قلت له انت كنت قصدك ايه؟ قال لي يا مولانا افتيني على الاشد فبقى اسمه هوس الحرام طلع علينا حاجة اسمها الورع البارد انك تتورع في موطن مفوش ورع ده في حكاية انا بسألك انت عندما تلفزت بلفز الطلق كنت عايز تقول ايه؟ قال لي فتيني على ده طب هو ده حقيقتك هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وربنا امروك ان انت تكذب في الحكاية هو الورع معناه ان انت تبقى كدب الورع مش معناه ان انت تكذب بس انت بتكذب واللي انت بتعمله ده هيضمر حياتك بيبقى مش عارف اعمل في ايه الشخص ده لكن بعرف بعرف اقول له ان انت على فكرة ان انت زي ما بتسعى الى الحرام انت بتقع في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب انت بتكذب اللي عنده هوس الحرام ده او هوس التحريم هو بيكذب بيكذب لانه هو في الحقيقة مش عارف يدخل على ربنا من باب الساعة العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مبنية على الساعة ولذلك عشان حد يقول لحد حرام لازم يأتي بدليل خاص ما ينفعش كده واكتر حاجة عملت هوس للناس هوس الحرام ده مفهوم استخدمه استخدمته الطائرات المتطرفة بطريقة بشعة كلمنا عنه قبل كده مفهوم البدعة ان خلوا اي حاجة ما عملهاش ما لم يفعله حضرة النبي فهو بدعة يعني حرام اي حد عايز يقدر حات حد ويخليه يكره نفسه يخليه يقول ان بدعة حرام طب اقول لك حاجة هل احنا ينفع ان الواحد يقول لي واحد ما تقرأش في المصحف لان يقرأ في المصحف بدعة لان حضرة النبي ما كانش بيقرأ في المصحف ده العزب الله شوء ادب لان الله سبحانه وتعالى اننا نحن نزلنا الذكر واننا له لحافظون ده جمع المصحف الذي بدأه الصحابة ثم انتهى على يد سيدنا عثمان ثم بعد ذلك وزع في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز كل ده كل الحفاظ على الدين اصحي حضرة النبي ما قرأش في المصحف لكن دي بدعة حسنة زي ما الترويح كده حضرة النبي ما صلاش رمضان كله ترويح بس في بدعة حسن عملها سيدنا عمر وجمع الناس وصلوا رمضان ثلاثين يوم خلف ابي بن كعب رضي الله عن عمر عن سيدنا عمر وسيدنا ابي وخلاهم يصلوا عشر ركع وكانت دي بدعة حسنة زي ما في بدعة مباحة زي المشروبات اللي احنا بنشربها واللي احنا بنعيشه ده زي ما في بدعة كمان مكروهة البدعة اللي ممكن تقول الى الحرام وزي ما في بدعة محرمة زي الوسك والشامبانيا صحيح هم مش عصيرة عينب لكن هم حرام لانها بدعة محرمة لانها مسكرة يبقى ايزا ان البدعة عندنا خمس معاني خمس احكام في بدعة واجبة زي ما عملنا المصحف وجعلنا بينا دفتين ده كان بدعة بس بدعة واجبة زي العلوم علم الفقه وعلم العقيدة وعلم التوحيد وعلم التسكية وعلم أصول الفقه كل دي ما كانتش موجودة وما كانتش مدونة لكن دونت واصبحت بدعة واجبة اذا يا سادة لازم نخرج من هوس الايه؟ من هوس التحريم عندنا ثلاث اجراءات نعملهم عشان نخرج من هوس التحريم اول حاجة اول اجراء نعمله عشان نخرج من هوس التحريم ايه اللي حاصل؟ نبتدي نربي اولادنا على القيم ونربي نفسنا على القيم لما تتربى على القيم هتعيش حياتك ايصر بكتير من انك انت تبحث عن حاجة تقربك من ربنا لان الاخلاق هتكون بتقربك من ربنا كل ما تربي اولادك على الاخلاق وكل ما تسعيده من هما يكونوا عندهم اخلاق كل ما ده تعيخلي الانسان بعيد كل البعد عن هوس هوس التحريم الحاجة التانية ارجوكم بطلوا تحبوا وتحكموا على الناس سبوكم من الحكم على الناس لان من حسن اسلام مرء تركوا ملا يعني لما هتبطل حكم على الناس مش هتبقى محتاج مهووس هو ده حلال ولا حرام الحاجة التالتة والمهمة اللي اكتر مما تهتم بفكرة هو ده حرام ولا ده حلال انظر الى ما فيه الخير ما فيه الخير هيعلمك ميزان مهم جدا وانا بقولك فيه ميزان مهم جدا شوف فيه الحاجة لو فيها رحمة وفيها خير وفيها جمال اكيد ربنا سبحانه وتعالى جعلها حلال خلينا ماشيين مع القيم وخلينا نعيش مع القيم في كل احوالنا ان شاء الله ربنا هيداوي هوس التحريم اللي عند الناس رب والناس على قيم والاخلاق قيم والاخلاق بتفتح ابواب كتيرة جدا جدا ومن اهم الحياة اللي بتفتحها بتفتح العقول وبتفتح القلوب يا رب رجعنا تاني نعيش بالرحمة وبالخير والجمال عشان حياتنا تبقى احسن حال يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين بعد الفاصل انتقي بحضراتكم عشان اجاوب على اسئلتكم ومبركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بنامج ولا تعسره ولكن بعد الحاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بنامج ولا تعسره اللي احنا بنتلقى عليها اسئلتكم المبركة واللي بتفضل فتحنا جسر ومنا النور عشان تفضل مجالس النور ومجالس البركة ممتدة بنا وبينكم على الدوام يا رب جعلنا دايما في هذه المجالس المبركة واول سؤال عندنا ووصل لنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ انا واحدة متجوزة وحصلت مشاكل يعني مشاكل بنا وبين زوجنا زوجي واخد مني طفلي ما شفتوش ليه 8 شهر وصل الحل الى الطلاق انا رفضت اني اتطلق من زوجي واتصلت بيه علشان ارجع وهو رافض تماما مع العلم اني استحملت كل اللي حصل منه بس قلت ارجع علشان طفلي وهو يمكن يتغير ووصل الى حل المحاكم هل انا علي ذنب اني طلبت بحقوقي الشرعية طبعا هو السؤال كده سؤال كده وكأنه يبدو انه هو مباشر بس هو سؤال مش مباشر في الحقيقة انه هو سؤال هو انا كده غلطانا ان انت رابط بحقوقي الشرعية اي حد في الدنيا يقولها اكيد مش غلطانا ان انت رابط بحقوقك الشرعية بس الحالة اللي قدامي دي دي حالة خلاف زواجي حالة مشكلة زواجية في الحالة دي احنا ما بنفتيش حد على اللي بيقوله لازم نسمع من الطرفين لازم نسمع من الطرفين لكن اللي بيلا شك انه لو حد منع حد حقوقه أكيد هو ظالم لي والظلم ظلماته يوم القيام فلو كنت أنت المسألة كما تصوريها اللي هي ايه كما تصوريها أن أنت اتظلمتي وتمنعت من تفلك وأن أنت تمن تشعر وأن أنت في الحقيقة كمان مطروضة ومبعدة وفي محاكم بسوى في الغالب المحاكم دي هيدخل بك المحاكم أكيد يعني شوفوا العبارة بتقول إيه والأمر وصل للحل المحاكم كلمة وصل للحل المحاكم دي ما تنفعش تعدي على حد مهتم بالخلافات الزوجية والإرشاد الزوجية ولا ينفع تعدي كمان في الفتو وصل للحل المحاكم يعني وصل للحل المحاكم من طرفنا احنا الاتنين إذن مشكلة دلوقتي مش مشكلة من طرف زوجك بس أنت كمان طرف فيها وإذن كنت بتسأليني السؤال اللي كان أهم إحنا نعمل إيه؟ لأن حضرتك قلت في وسط السؤال أن أنت كنت حريصة على أن الحياة الزوجية تفضل عشان ابنك فالسؤال الطبيعي السؤال الصحيح السؤال الجيد السؤال المحترم بيقول إيه؟ إزاي أقدر حافظ على أسرتي؟ أول حاجة ببساطة خالص أن كل واحد يبدي من الطرفين أو حضرتك تبدي أن أنت عايزة تغيري مكان مش عايزة تبقي على الأسرة في بعض الأحيان وإحنا بنقول لأزواجنا أو بنقول كده في حالات الخلافات الزوجية أنا عايز أنا عايز أعيش عشان عشان ابني أو عشان الأسرة الشركة الحقيقة بحس أنه ملوش أهمية أنا موجود بس عشان إيه؟ يعني أنا موجود معاك في هذه العلاقة الزوجية بس عشان الابن لكن أنا ولا ليه أهمية في الجواز ده فيحس إيه؟ أنه هو بحتاج أنه يرد كرامته لأنه حاجة لها أهمية لها قيمة لأنه عنده حق أن الجواز ده أصلا معمولة عشان علاقة ما بين الزوجين والأولاد بيجوا تابعا لهذه العلاقة طيب فأنت بتنصح بإيه؟ سؤال واضح حاجة واضحة ولطيفة خالص قبل ما نوصل لحد الطلاق عن طريق المحكمة لو سمحتوا شرفونا في مركز الإرشاد الزواجي في درير الإفتاء المصرية مسألة سهلة أنتوا مش قادرين تحلوا مشاكلكم روحوا للخبر حتى لو إن الإرشاد ما نفعش نحتاج لعلاج زواجي لو إحنا فعلا حارسين الحرس يا سيدة بيبان في السلوك لو أنا حريص هابزل كل ما في إيدي عشان أحافظ على البيت ده أنت حضرتنا أني زوج حضرتك متعنت معاك ومش عايز يصلح الأمر ده طيب قولي له تعالى بقى نروح للخبرة عسى أني ده يساعدنا أن أحنا نخرج من أزمتنا ويكون ده هو الحل أنت بتقولي لو أنت الظلمت وإتمنعت من حقوقك وأنت طلبت من حقوقك لأن هي بتقولي هل أنا عليها زن بإني طلبت بحقوقي زن بإني طلبت بحقوقها يعني رفعت قضية ما هو لما هو هيعمل كده فرح ترفع عليه قضية وطبعا في وسط القضية ممكن يجي بقى محامين ممكن يساعده وحد يقول حد على السوشيال ميديا يقول نصيحة حد من الأقارب يكون عنده حالة سلبية من الجواز فإن اللي يحصل فتسوق الحالة فتعالوا نروح لحد حكيم ولذلك هو ده الحال تعالوا نروح للحكماء يتعاملوا مع قضية الزوجية ودي نصحت اللي بنصحك لو أنت فعلا كنت ممنوعة الحق مش يبقى عليك زن بأن أنت مناعة حق لأن أنت تستردي بالوسائل الشراء وخاصة لو كان في سيادة القانون لكن هتبقى مشكلة لو أنك أنت مش واثقة أن أنت عندك حق وأنت حسة أن أنت شاركتي في هذه الأسمة لذلك اتفضلوا عندنا وتعالوا نتكلم عشان نقدر نحل المسألة دي السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم وقفة عيد الأطحى وقفة عرفة أمي قصة شعري كنوع من الموضة أصد الله شعرها بعدها بشهرين أبي توفي تسعة واربعين سنة هي عايزة تقول تسعة واربعين سنة يعني اتوفى صغير من دون سبب طيب كتير قالوا أن قصة الشعري فالسيء أنا عارفة أن ده قضاء ربنا بس هل ليه علاقة بوفاة والدي وهل أصد الشعر غلط لا 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 ليه علاقة خالص بوفاة والدك لا من قبيل وانا من دبير خالص 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 ولا ليه علاقة خالص وليتحضرتك توفي بأجله وليتحضرتك توفي بإيه بأجله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لن تموت نفس إن روح القدس نفث في روع أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها بحدش بموت هو ناقص عمر خالص ده واخد أجله ورزقه على التمام طيب هو حد كان قال لنا هو ربنا قال لنا إن الناس ما يموتش غير كبار لا الناس هتموت بأجلها وملوش دعوه بقص شهرك خالص وأنا مش عارف يعني أنت يبدو إن أنت الحالة النفسية اللي عندك من فقد والدك في عمرك ده عملالك إحساس بإني هو أنا عملت حاجة عشان ربنا ياخد مني والدي وربنا ما خدش منك والدك والدك قال له دور في حياتك قام به وهو قد قام به على التمام ربنا يجعله قد قام به على التمام أمر التاني إن أنت كمان لازم تعرف إن أمل الله سبحانه وتعالى وعرف أن ربنا ما سبكيش فربنا سبحانه وتعالى مدد واصل ليك وكمان سبحانه وتعالى عندما يذهب من جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة توصل المدد وتوصل الخير وتوصل الرزق وتوصل الحنية للعبد يتولى الله سبحانه وتعالى أن يعطيه حنانه ويعطيه عطفه ويعطيه لطفه ويعطيه كرمه ويعطيه سعته ويعطيه مدده بذاته العلية فبدل ما نقول ندور هو أنا إيه السبب اللي أنا عملته عشان ربنا يأخذ مني بابايا لا نعمل حياتاني خالص نستعد أن ربنا سبحانه وتعالى هو سندنا هو اللي بيأخذ بأيدينا هو مددنا وخلاص هو اللي يأوصه بنا هو اللي يرزقنا سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب هو ده اللي لازم نفهمه في اللحظة اللي احنا فيها دي لكن ما نقولش إيه هو أصل الشعر هو اللي فألي سيء لا أصل الشعر مش فألي سيء ولا حاجة أصل الشعر ذات لو كان من قبيل الجمال فهو من قبيل الجمال بس ولا فألي سيء ولا شيء تسبب في وفاة والدك ولا أي حاجة أم الوالد حضرتك إيه اللي حصل والد حضرتك ذهب إلى حبيبه ذهب إلى الكريم ذهب إلى الودود تبوحنا خلاص ترككم للكريم وللودود سيدنا أبو بكر لما حضرت النبي قال له ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله فأنت في أعوان الله سبحانه وتعالى وفي كرم الله فلازم تفهمي ده بشكل صحيح السؤال بعد كده بيقول نظرت نظرا وقلت لو جوزي رجع من السفر بالسلامة هطلع مبلغ لفلان وأنا عاوزة تديه لحد تاني يتجوز أنت قلت أنا أعد الفلوس دي لفلان وسميتيه بالاسم كده لها لازم تديها لفلان ليه ليه لازم تديها لفلان لأن بالضبط احنا عندنا كده في حاسمها الوقف بيبقى شرطه الوقف كنص الشارع كذلك في النازل اللفظ اللي طلع من النازل زي ما يكون نزل كده بيبقى الواحد طب ليه لأنه هو اللي شرعت على نفسه إحنا في النازل أصلا النازل ينشأ ومكروها ليه بتنزلي ليه وبعض الناس يقولوا لا ده بالنازل ده كمان ينشأ ومباحا أو ينشأ ومستحبا لكنه أنت أنت ألزمت نفسك بده فخلاص بدل ألزمت نفسك عليك أن تفي بيه فيبقى إيه اللي حاصل يبقى تعطي المال لمن نظرتي أن تعطيه هذا المال ولا تعطيه لغير السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا مشكلتي أني في كل مكان بروحه مع كل الناس اللي بتعامل معاهم سواء أهلي أو أصحابي أو مجال شغلي لازم يكون في حديث نميمة وأنا عرف أن الغيبة والنميمة من أكبر الكبار ولكن ماذا أفعل وكل ما أروح مكان لازم يكون في حديث نميمة وكيف أتجنب الخوض في الحديث من غير ما أخسر أهلي أو أصحابي أول حاجة ببساطة خالص بطل تحكم على الناس أو بطل تحكم على الناس يعني إيه؟ ما تحكميش على حد إن هو مغتاب أو منهم يبقى أنت بتعودي وتلتقتي المسألة دي خالص الأمر الثاني تعودي دايماً إن أنت بعندك شيء بيشغلك لما تلاقي المجالس كده اعملي حاجة بتشغلك عشان تنشغلي بدا لأن أنت دلوقتي عيبتدي أنا أظن إحنا باتدنا عندنا شنة وسواس إن المجالس كلها غيبة ونميمة وما عرفش إيه طب أنا مش عاروح الشغل طب أنا مش عارف أعود في البيت طب أنا مش عارف أعود مع أهلي مش عارف أعود مع أمي إن شغلي بذكر الله وإزالك في حاجة اسمها سبحة الحديث قال وما سبحة الحديث رسول الله قال الناس يخوضون فيما يخوضون فيه واضح أن حضرة النبي بيشير إلى ده الناس يخوضون فيما يخوضون فيه والرجل يذكر الله يبقى أنت تعملي إيه؟ يبقى على طول عندك إيه؟ عندك شيء تنشغلي به يبقى أول حاجة ما تحكميش على الناس تاني حاجة خلي دايما عندك شيء يا شغالك تالت حاجة اتعودي ان انت دايما في المجالس يبقى معاك سبحتك تذكري الله سبحانه وتعالى وده هيكون اوفق واحسن واوسع وده وتعيخفف على قلبك بوضوح وبيوسر وبجمال انت لو عملت كده هتبقى مش محتاجة ان انت لا تخسري اهلك ولا كمان تخسري كمان بالعكس ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك باب لهداية الناس لما يشوفوك وانت بتذكر الله سبحانه وتعالى وجهك منير وكمان انت في اهدأ حال ولا انت دخل فيهم في مشاكلهم وانا ما كنت تستمع وانا ما كنت مشغولة بالذكر ده هيخليهم اوفق واحسن وهيخلي علاقاتك كمان محفوظة يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن شيء مهم جدا عن ظاهرة لابد ان هي تدرس وانا بنصح كتير من اهلي علوم الاجتماعية وانا ابتدينا ابتدينا نتكلم عن ظاهرة الهوس بالحرام الهوس بالحرام ده مش بس الفكرة اللي ظهرت في بعض في بعض ال بعض الافلام ولا بعض كذا ان فيه حد بيحرم كل حاجة لكن الهوس بالحرام احنا بنتكلم عن الهوس الاجتماعي مش الهوس عند المتطرف احنا بنتكلم عن الهوس المجتمعي بالحرام الهوس اللي هو نوع من انواع نثر غبار التطرف في المجتمع احنا محتاجين نرجع مرة تانية الى الثقة بالله محتاجين مرة تانية نرجع الى لطف الله محتاجين مرة تانية نرجع الى محبة الله احنا مش بنقول للناس ان حد فيهم يتهون باحكام الشريعة لكن بنقول للناس ما تروحش تدور ازاي تضيق على نفسك صدق ان ربنا اللطيف بيك وما تحولش تمشي ورا نفسك الامار بالسوق لغاية ما تمشي وتسأل لغاية ما يبقى الامر حرام عليك لان من اعظم الناس اسما من سأل على مسألة لم تحرم فحرمت من اجل مسألتي ايوا تكون انت من اقلاء الناس ايوا تكون من الناس اللي بيفضلوا يسألوا زي ما عملت بني اسرائيل فهلكوا ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نصحنا نصيحة بالغة انما اهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم يا رب اجعلنا سعداء بنعمة حلالك ومن كنش مهوسين ابدا ولا خايفين من انك تتربص بينا ان احنا عارفين ان نظرك الينا نظر لطف وعطف وحنان وكرم ومدد فيا كريم يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين